بصوا هو طبعا النهاردة اليوم حافل واليوم مليان بحاجات حلوة ولطيفة وظريفة إلى أبعد الحدود بس أنا يمكن النهاردة اتمشيت حبة كده على رجل اتحكيت لكم بارح ان انا غاوي تمشي يعني فكنت بتمشى كده حبتين في وسط البلد يعني من شرع القصر العيني للميادين المختلفين ما بين مدان التحرير لطلعت حرب المصطفى كامل وحاجات زي كده وقعد عمال بتفرج على المباني الرائعة الجميلة بتاعتنا في وسط البلد طب احنا كلنا متفقين على ده بس كمان لازم نتفق على انه المجهود دلوقتي اللي بيبذل لإعادة إحياء لو صح الكلام يعني القاهرة الخدوية القاهرة الإسماعيلية سميها زي ما تسميها مش دي المسألة على الإطلاق مجهود رائع وحلو المباني رجعت شكلها جميل ولسه مستمرين يعني فيه مباني بالفعل تجددت وترممت وبقت ميت فل واربعتاشر ولسه فيه مباني شغالين فيها وقاعد عمال بتفرج على السقلات محطوطة وحاجة عظمة على عظمة حاجة ما فيش ولا أجمل ولا أبهى ولا أروع من ذلك يرفع كده من حالتك المعنوية ويبسطك يفرحك بجمال مصر القاهرة الساحرة المدينة التي لا تنام ولن تنام أبدا هتفضل دايما قاهرة المعز وقاهرة الخدوية أحلى بلد في الدنيا والله يا أخي لف مهما تلف ما هتلاقي في حلاوة ولا جمال بلدنا